لمزيد من التحليل والاستقراب ينضم إلينا من بيروت دكتور مكرم رباح الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور مكرم مرحب بك عبر القاهرة الإخبارية ومنتصف النهار هذا المشهد الذي نراه اليوم هو الأعنف منذ بدء العدوان على الجنوب اللبناني كيف تصف لنا هذه التطورات؟ من الواضح أن الطرف الإسرائيلي يقوم بشكل ممنهج بمحاولة شل وتدمير البنية العسكرية لحزب الله ولكن عواقب هذه العملية هو سقوط المدنيين اللبنانيين لسيما بأن حزب الله وبشكل واضح لم يبادر إلى تأمين نوع من خطط مدنية ولا حتى هناك وجود للدولة اللبنانية التي عليها وواجبها أن تقوم بإيواء هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بهذا التراشق الصاروخي بين إسرائيل وبين حزب الله أعتقد بأن لا يمكننا المراهنة على أن القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله تستطيع أن تستمر فمع تعاقب الأحداث ومع تعاقب الأيام أعتقد بأن حزب الله يتكبد خسائر عديدة لسيما بأن الإسرائيلي يقوم باستهداف ليس فقط مخازن الأسلحة بل كذلك الورش التي تقوم بتصنيع منصات الصواريخ فإن أردنا أن ننظر إلى هذه المعركة من منحى مدني نرى بأن الخسائل المدنية اللبنانية أكثر بكثير علما بأن إسرائيل قبل أن تدخل في هذه العملية العسكرية أو توسيع العمل العسكري قامت بتأمين الملاجئ لأهالي حيفا وكذلك قامت بتأمين المستشفيات الميدانية أما في الطرف اللبناني فإن هذا الموضوع غير موجود وأن هنا المعركة غير متكافئة لا سيما بأن إسرائيل بطريقة من الطرق تحزى بتغطية دولية وإطلاق الصاروخ على تل أبيب قابله اليوم إدانة أمريكية وهذا شيء لا يحدث فيما يتعلق مع تضام الولايات المتحدة مع لبنان نعم كان هذا سؤالي يعني الإدانة الأمريكية لمجرد إطلاق صاروخ من قبل حزب الله وهو قادر واحد وفي العديد من الصواريخ والمجازر كما نقلها إلينا مرسلين في الجانب اللبناني كيف يمكن تحريك المجتمع الدولي من أجل إيقاف هذا العدوان أعتقد بأن من الصعوبة لسيما بأن المحاولة الفرنسية والمحاولة القطرية والمحاولة التركية إلى التحدث إلى حزب الله وأقناعهم بدخول في المجرى الديبلوماسي أعتقد هنا يجب على المشاهد العربي أن يعي بأن الموضوع هنا لحزب الله والشعب اللبناني ليس قتال إسرائيل هناك اتفاق على موضوع الدفاع عن لبنان وعن الأرواح اللبنانية ولكن المشكلة الأساسية بحال أعلن حزب الله خسارته أو قبل حزب الله بالجلوس والتكلم بديبلوماسية سيكون لها عواقب داخلية ومن هنا لا أعتقد بأن اختفاء الأمريكا عن الساحة بطريقة من الطرق وعدم استعمال الوساطة الأمريكية من شأنها أن تدفع بحزب الله إلى تقديم أي من التسويات لأن من الواضح بأن الإيراني في نيويورك وتصريحات الرئيس الإيراني وأركان الحكم في إيران تقول بشكل واضح بأن إيران مستعدة لأن تساوم ولكن هي ستساوم على الدماء العربية ولا تساوم لأن تساوم على حزب الله حزب الله يريد أن يخرج من هذه المعركة بانتصار سياسي كما حدث سنة 2006 ولكن في هذه المعطيات الموجودة الآن هذا شيء سيدتي غير ممكن وغير واقعي لماذا دكتور مكرم غير واقعي؟ يعني ربطت ما بين تموز 2006 ومعركتها وما يحدث الآن يعني لماذا فيها الآن هو أصبح من وجهة نظر غير واقعي؟ أولا هناك عدة احتمالات أولا حتى لو كنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله هو الذي فتح الجبهة في 8 أكتوبر وذلك باعتراف حسن نصر الله ومن هنا المجتمع الدولي سيدتي ينظر إلى أعمال حزب الله على أنها هي الأعمال العدائية وليس العكس ويضاف إلى ذلك سنة 2006 كان هناك حكومة طبيعية وكان هناك رئيس حكومة اسمه فائد السانيورة كان يحظى بنوع من دعم غربي كون خصومه في السياسة لسيما حزب الله كانوا يعتبرونه غربيا وأمريكيا في هذه المرحلة بالذات مع نجيب ميقاتي والحكومة التي هي حكومة تصريف أعمال وعدم وجود رئيس جمهورية للبلاد تجعل أن التفاوض لا يحصل مع لبنان الذي يستطيع كلبنان الرسمي أن يؤمن غطاءا للمقاومة بين قوسين والعملها أما الآن نرى بأن حزب الله هو الذي يفاوض باسم لبنان وحتى إلى درجة معينة يحاول أن يفاوض باسم إيران وما حصل ب7 أكتوبر وما يحصل بالعالم من حرف السودان وحرف أوكرانيا يجعل المشكلة اللبنانية هي أحد المشاكل وليس المشكلة الأساسية كما كان في سنة 2006 أشكرك دكتور مكرم رباح الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت